بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله لماذا نخلع أحذيتنا قبل الدخول إلى المسجد؟ هذا السؤال قد يطرحه أحد المشككين أو الملحدين ولكن العلم كشف أشياء مذهلة لذلك دعوني أتأمل معكم ماذا كشف العلم عن فوائد خلع الحذاء ومخاطر بقاء الحذاء أثناء دخولك للمكان مثلاً الذي تسكن فيه وماذا قال الله تبارك وتعالى دراسة أجرتها جامعة أريزونا عام 2014 وجدت أن نعل الحذاء يحوي عدداً كبيراً من البكتيريا الخطيرة مثل الإيكولاي هذه البكتيريا تنتقل بسهولة وتعلق في سجاد المنازل وتكون خطيرة بخاصة على الأطفال الصغار البكتيريا يمكن أن تسبب ذات الرئة واضطرابات معوية خطيرة وأمراض أخرى وتؤكد الباحثة سيندي جيلنر من جامعة يوتا هيلث كير أن معظم الأحذية التي تم اختبارها احتوت على كميات لا بأس بها من بكتيريا الإيكولاي ولذلك ننصح طبعاً الكلام للباحثة ننصح بأن تبقي حذائك خارج المنزل وبالتالي سوف تتخلص من 90% من البكتيريا الضارة وتتابع الباحثة قولها إذا أردت أن تضع حذائك في البيت فينبغي أن تغسله جيداً للتخلص من هذه البكتيريا يعني أيها الأحبة هذا كلام يقوله علماء ينبغي عليك أن تخلع الحذاء قبل الدخول إلى البيت يعني هذا نفعله في حق بيوتنا نحن البشر فكيف ببيت الله تبارك وتعالى لذلك المسجد يرتاده الكثير من الناس ومن مناطق متباعدة فتصوروا لو أن كل إنسان يحمل معه بكتيريا من بلده أو من منطقته ويدخل فيها إلى المسجد سيصبح المسجد بؤرة ملوثة لذلك الله تعالى ماذا خاطب سيدنا موسى قال سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى عليهما أي النعلين أذن فليمسحه ثم يصلي فيهما يعني أنظروا حتى النبي كان حساس تجاه هذه الأمور فأمرك أن تنظف هذا الحذاء واليوم طبعا يصعب نحن لا نستطيع أن في زمن النبي كانت الصحراء والرمال يعني شبه معقمة أما اليوم أصبح لدينا عدد هائل من البكتيريا المعدية تنتشر في كل مكان لذلك من المستحيل أن ينظف الإنسان حذاءه لابد من خلع حذائه وبالتالي يأتي العلم ليصدق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشهد بصدق رسالته عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر